السلطة دأبت من اليوم الأول إلى إحداث أو القيام ببعض الخطوات التي تحدث أو تريد من خلالها زعزعة الشارع المتحرك أو الثائر وزرع الانقسامات الطائفية والمذهبية داخله الآن صدور أو طرح هذا القانون الذي يستثن الموقفين الإسلاميين هو محاولة شد عصب الشارع ضد اتجاه معين أنه لماذا بقي الطائف لماذا ليس الإسلاميين أو ليس السنة مما سيؤدي إلى المقاشات فخ يعني نعم هو فخ كما تكلم رئيس الجمهورية عن قانون أحوال شخصية يعني شيء اسمه موحد وكما أيضا تم نشر بطريقة ممنهجة بعض الفيديوهات لبعض مقاتلين حزب الله يشتمون فيها السنة في سوريا لماذا الآن وهي من خمس سنوات وكل الشعب اللبناني شاهدها لماذا الآن تنشرونها هناك الكثير من القطوات التي قامت بها أو قام بها رموز السلطة في لبنان الهدف منها واحد حتى الآن هو إحداث انقسام طائفي مذهب بين الشارع لإعادة الأمور لما كانت عليه قبل 17-20 السلطة تحاول إثارة البلبلة داخل الشارع الثوري هذا لم يعد هناك شك فيه أبدا 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 حتى بموضوع العفو العام حتى بموضوع العفو العام